تتسع رقعة المناطق المتأثرة جراء الزلزال في تركيا وسوريا وينكشف معها هول الكارثة بخسائر اقتصادية فادحة توقع صندوق النقد الدولي أن تتراوح ما بين 35 إلى 50 مليار دولار صور الدمار الواسع التي تناقلتها وسائل الإعلام على مدار أسبوع من الزمن تكشف عن نكسة اقتصادية رجحت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني أن تصل خسائرها الفورية إلى 5 ملايير دولار لا تزال الآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين الماضي تتجلى تدريجيا مع ارتفاع عدد الضحايا وتزايد حجم الخسائر المادية الأولية آثار توقع اتحاد الشركات والأعمال التركي أن تتجاوز خسائرها 84 مليار دولار ما يمثل انخفاضا بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي استحود دمار المباني والبنية التحتية على أكثر من 70 مليار دولار إلى جانب 10% في سورة خسارة في الدخل القومي دمار مروع كبد تكلفة اقتصادية باهظة قد تطال القوة العاملة ما يفقد الاقتصاد التركي نحو 3 ملايير دولار بعد أن تضرر أكثر من 13 ملايين شخص بتداعيات الزلزال وسط تكهنات بارتفاع عدز الموازنة التركية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تضاف إلى أكثر من 5 ملايير دولار كتكلفة أولية موجهة لتغطية أعباء الإغاثة